إذن مشاهدين نعود لننوه بما ورد قبل قليل وعملية النفي تحديدا من الجانب الإيراني الرسمي لما تم تداوله حول سماع أصوات انفجارات في مدينة أصفهان نتابع وإياكم هذه الصور ولما تم تداوله تحديدا فيما تعلق بالتطورات في أصفهان ونشرت مصادر صحفية إيرانية أن ما تم سماعه في أصفهان كان نجما عن عملية تجريبية أو اختبار لما أيضا نفذه الحرس الثوري الإيراني لمنظومة الدفاع الجوي في أصفهان حيث توجد منشأة نتنز النووية وهذه هي الصور التي نتابعها إياكم مشاهدين على الهواء مباشرة نعرضه لكم أيضا والتي تم تداولها من مدينة أصفهان تزامنا مع سماع دوي الانفجارات هناك نحن فأيتنا مع شدفيني هذا مراسلق من أصفهان كلنا نيمين في الشي مراسلق من أصفهان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة